اشتركوا في القناة اروى اسم علم مؤنث من أصل عربي وقد جاء على صيغة الجمع واحدته أروية والأروية هي أنثى الوعل وضأن الجبل والعنزة الجبلية وهي جنس من المعيز الجبلية لها قرنان منحنيان ويطلق على الذكر والأنثى أو هو على صيغة فعل ماض من الفعل اروى يروي ارواء فهو مرون والمفعول مرون يقال أروى عطشه أي شرب حتى شبع ويقال أرواه الشعر أي حمله على روايته وأروى تأتي بمعنى أسقى الشيء حتى ارتوى وشبع والأروى من النساء هي الإنسانة الناعمة الليينة ذات الرشاقة والخفة الحسناء صاحبة المظهر الجميل صفات حاملة هذا الإسم إنسانة أمينة وتحب حفظ الأسرار ولا تحب كثرة الكلام رقيقة الطباع وليينة في أسلوبها وتعاملها وذودة ويحبها كل من يراها وذلك بفضل تواضعها وخفة دمها تتجنب الأماكن التي بها صخب وازدحام وتحب السكينة والهدوب لا تعرف كيف تعبر عن حبها وعاطفتها حتى ولو كانت صادقة مختلفة وذات طاقة عالية تتعب أو تسعد بها من حولها وهذه بعض الأبيات الشعرية ألفت هواكي يا أروى الجميلة رويت قلبي من نبع الحنان وجدت بك السعادة والفضيلة أوهبتني الحب في كل الأواني وردة تفوح بأطيب العطور وأطربت القلب بصوتك الحنون أسير خلف خطاك في شغف راجيا أن أحظى برضاك وعدي لك أن أظل وفيا فيبقى حبك نبضى لوجدان هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمي الإسم؟ أروى ما هو الإسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك ولا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد وشكرا على المتابعة